بسم الله الرحمن الرحيم أجد التحية لكم أبنائي وبناتي المقبلين على اختبارات مقياس موهبة للصفين التاسع والعاشر نكمل معا لمراجعة ليلة الاختبار للعام 2020 أنصح بشدة باقتناء هذا الكتاب المهم المتميز في مقياس موهبة ننتقل إلى هذا السؤال المهم طبعا أحب أكد أن موضوع المساحات من الأشياء المهمة في اختبارات مقياس موهبة بقول في الشكل المجاور أوجد مساحة المنطقة المضللة فهو معطيني هذا المربع ومعطيني فيه هنا منطقة مضللة وطالب مني مساحة هذه المنطقة أول شيء أدقق النظر فيه الشاقي ما فيش أي علاقة بين هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة والمنطقة الرابعة المنطقة المضللة في طريقة سهلة أن أجي هنا من رأس المربع وأعمل خط كده بحيث أقسمه إلى مثلثين واجي على المنطقة الثانية وأقسمها كده بهذا الخط هيعطينا مثلثين والمنطقة الثالثة نفس الشيء أجي هنا وأقسمها إلى مثلثين والمنطقة الرابعة كذلك أقسمها إلى مثلثين بهذا الشكل بكده ممكن استنتج مجموعة من العلاقات العلاقة الأولى أن في هذا المثلث وهذا المثلث الخط اللي في الوسط هذا هو يعتبر متوسط المثلث ومتوسط المثلث زي ما أنتم عارفين هو القطعة المستقيمة التي تأتي من الرأس إلى منتصف القاعدة ومن خصائصه بيقسم الشكل إلى نصفين متطابقين يعني ممكن لو سميت مثلا هذه المنطقة أسمي هذه المنطقة أ كده منطقتين متساويتين في المساح فيه كمان طريقة أن هذا المثلث وهذا المثلث القاعدة هنا تطابق نفس القاعدة زي ما هو معطينا في المعطيات وارتفاع المثلث الأول هيطابق ارتفاع المثلث الثاني فهيكون هنا مساحة المثلث الأول هتطابق مساحة المثلث الثاني ليه؟ لتساوي القاعدة والارتفاع فتتساوي المساحتين بنفس الطريقة كده هذا يعتبر متوسط في المثلث اللي هو جهة اليسار تعانى نسمي المنطقة هادي B والمنطقة هادي B نفس الكلام في الجزء اللي هو تحت هنا تعانى نسمي المنطقة هادي C والمنطقة هادي C تعانى ناخد كده المثلث جهة اليمين برضو هذا اعتبر متوسط المثلث تعانى نسمي المنطقة هادي كده D والمنطقة هادي D تعانى نركز الآن في الحروف الموجودة داخل الشكل تلاحظوا هنا 2A و 2B و 2C و 2D تعانى ناخد كده المنطقة هادي اللي فيها A و فيها D والمنطقة المقابلة لها اللي فيها B وفيها C لو أنتوا تلاحظوا الآن صار عندي الأربع حروف يعني لو جمحت المساحة دي مع المساحة دي هتكون عندي A زائد D زائد ال B زائد السي تعالوا منطقتين الثانيين المنطقة اللي هي هذه من أول هنا كده هذه اللي ملونها باللون الأخضر الآن والمنطقة هذه اللي هي المضللة أصلا تلاحظوا الآن فيها A وفيها B وفيها C وفيها D يعني أنا قدر أحط بينهم علامة A علامة المساواة كلام صحيح لأنه نفس الحروف اللي جهت اليمين هتكون نفس الحروف اللي جهت اليساق أخذ المنطقة هذه اللي هي A زائد B يبقى A زائد B وناخد المنطقة المقابلة لها اللي هي أصلا كانت مضللة اللي هي المطلوبة اللي هي C زائد D تعالوا نعاوض الآن بالأرقام A زائد D المنطقة هذه A زائد D ب32 وB زائد S اللي هي المقابلة لها اللي هي 16 كل ده سيساوي A زائد B المنطقة اللي فوق اللي هي مجموحها مجموح من ساحتين القطعتين هيعطينا 20 زائد C زائد D اللي هي المنطقة المطلوبة خلاص طبعا المعادلة هذه معادلة سهلة اودى 20 الجاهة التانية تروح باشارة مخلفة واجمع دول وادر اقول الان ان C زائد D هتساوي اجمع هذول هادينا 48 اناقص منهم العشرين اللي العشرين هذي تروح الجاهة التانية باشارة مخلفة اطلع الجواب هنا 28 اذا مساحة المنطقة المضللة اللي احنا سمناها C زائد D هتكون 28 وبكده اختار D